اكد دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اكد حرص مملكة البحرين بقيادة مالك البلاد المعظم على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين جاء ذلك بمناسبة عقد اجتماعي لجنة التنسيق والمتابعة واللجنة التوجهية المشتركة للتعاون بين حكومة مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة وتم خلال الاجتماعين استعراض أوجه التقدم المحرز في مسيرة التعاون والشراكة بين الجانبين وأبرز المنجزات المحققة لسيما في مجالات التعليم ومكافحة الاتجار بالأشخاص والاستدامة البيئية عبر عدد من المبادرات وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن اعتزازه بالإنجازات الديمقراطية والتنموية والحقوقية الرائدة لمملكة البحرين ومبادراتها بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية في تكريس قيم التسامح والتعايش وتقدم المرأة وتمكين الشباب ودعم التنمية المستدامة من جانبها شهد سيد خالد عبد السلام المقود المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى المملكة بالتعاون البناء والشراكة الوطيدة والمثمرة بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية في إرساء دعائم الأمن والسلام والحوار بين الحضارات والثقافات واحترام حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر